بالضبط أكيد المزيد حول هذا الموضوع من جدة راح تنضم لنا الدكتورة نادية نصير مستشارة تربية أسرية ونرحب فيكي طبعا أستاذتنا معانا اليوم القرار الجديد بدمج الطلاب من الجنسين وتكليف المعلمات بالتدريس يعني هالقرار بيضمن تغيير جذري فبرأيك ما هي الصعوبات والتحديات لتنفيذه خاصة من الناحية اللي هي تتعلق بالتهيئة النفسية للأطفال دكتورة نادية تسمعيني ما في صوت يا بمسي عليكم أولا وجميع المشاهدين والمشاهدات وهي راح تكون في المرحلة الأولى هم ما هم متعودين لكن براءتهم في طرح الموضوع كانت جدا جميلة وأعجبتني الفكرة يعني خدتها من التقرير أنه كيف راح نغير فكرة هؤلاء الأطفال يعني في بعض منهم متشدد شوية وبعض منهم لا وافق فأراءهم جدا جميلة وبعدين لا تنسي أنه أراءهم منعكسة من أراء منازلهم مما يعني هم تربي عليه إذا هو مع أخته في المنزل وفي فصل في التربية أنت الرجال دي أختك لازم أنت تكون أنه توجيحها تكون أفضل منها وهكذا وأحيانا يقارنوا ما بينهم إذا البنت جابت درجة طيبة في الدراسة يقولوا شوف أختك صارت أشطر منك ليش أنت ما تجيب زيها وهي يبنية يعني فيه أنه هو أنه فيه قصور شوية في التربية والعوائل المختلفة طبعا في التربية لكن المزبوط نفسيا مفروض أنه هو الصف الأول ده بالذات والصفوف المبكرة إلى ثالث المفروض كنفسيا وإعدادهم بطريقة جيدة أنهم من فصلوا لسه عن الأمهات أن تكون معلمة لتدرسهم وليست أي معلمة لابد أنه إحنا يكونوا معلمات الصفوف المبكرة معلمات يعني معدينهم إعداد جيد بحيث أنهم دارسين كورس عن خصائص الطفولة المبكرة ما في أي وحدة كده أنا أحطها بدون ما تعدي عن مثلا اختبارات مقننة شيء وقوانين تنضع لهم في التعامل مع الأطفال واللي يخرج على القانون لابد أنه يعاقب يعني ليست كل إمرأة رح تكون محتوية هؤلاء الأطفال ورح تكون كأم لهم لابد لهم من التدريب المسبق ولابد من وضع قوانين معينة ولابد أنه تكون هناك أيضا في الساحات مراقبة شديدة جدا لأن الأولاد بطبعهم أشقية وممكن أنهم يقازوا البنات بحركاتهم أو بلعبهم بقصد أو بغير قصد فيعني رح يكون أمامنا مرحلة طويلة لمدة خمس سنوات عشان نتخطى هذه الأشياء كلها ويتعودوا الأولاد والبنات أنهم يكونوا في صف واحد طبعا هذه سنقلل من وجودهم مثل ما ذكرتوا في الصفوف ورح يكون أفضل لهم ورح تكون هناك ناحية الإيجابية اللي هو التنافس الشديد ولكن لابد أنه هنا بما أن المعلمة معدة للصفوف مبكرة وتعرف خصائص النمو في هذه الفترة وأنهم كثيرين الغيرة كثيرين العناد كثيرين الحركة فكل ده لابد أن يؤخذ في الاعتبار لابد أنه هي لما تكون المنافسة تطرح عليهم كمثال أنا أخذت المنافسة أن تكون المنافسة شريفة إذا فلان أفضل من فلانا أو فلان أفضل من فلان نحن ما في زعل ما بيننا ولكن نحن نحي الأفضل ونحاول أن نحسن من نفسنا حتى نصل للمستوى الأفضل لكن تحاول أنه هي طبعا ستشيل من طباعهم أشياء كتير عشان يتأقلموا رح يأخذوا وقت طويل حيتأقلموا من أنهم يعملوا العمل الجماعي حتى تستطيع أن هي تنهي الغيرة ما بينهم وتنهي العناد ما بينهم يعني عليها مجهود مضاعف معلمة الصفوف المبكرة هذا الشيء فقط مش فقط مع اختلاف اليوم هذا الشيء إحنا كنا بننادي فيه من زمان الأول أنه معلمة الصفوف المبكرة لابد أن هي تكون على علم ودراية وعلى تدريب عالي جدا فاللي كنا نلاحظه في المدارس لما ننزل للتوجيه نجد أنه معلمات الصفوف المبكرة أغلبهم ثانوية عامة لا يحملون الشهادات العليا ولما نسأل المديرات يقال أنه هما في قانونهم أنه الصفوف المبكرة يمسكوها الثانوية العامة وبعد كده عشان بيكون في التخصص في جغرافيا وتاريخ من الصف الرابع أنه يبدأوا في الجامعيات وهذا خطأ جدا جدا شائع عندنا في المدارس لا ما يهم أنها تكون ثانوية لكن أنا أبو الطالب بالتدريب لا بد أنهم يدربوا ويأخذوا كثير من الكورسات التي تعتمد على خصائص الطفولة المبكرة جيد طيب الدكتورة الدكتورة إلى أي مرحلة دمج الطلاب من الجنسين قد يساعد على ربما تعود الطفل على الجنس الآخر والاندماج معه مستقبلا سواء كان والله في بيئة العمل في المجتمع أو غيره وما مدى صحة ذلك هو مضبوط أنه إحنا ناخد فقد الصفوف المبكرة إلى تسع سنوات ما زال هو طفل ولكن بعد التسع سنوات الولد بيبدأ في مرحلة البلوغ ويبدأ في مرحلة الرجولة فيكون هنا الإختلاع الصعب شوية يعني حتى في أمريكا في بعض المدارس نادت بأنه من المتوسط والثانوي يفصلوهم ليش؟ لأنه هذه سن مراهقة أو سن خطيرة جدا في الإختلاط فكانت مشاكل الإختلاط أكثر كثير من المشاكل اللي هي الإنفصال فوصلوا إلى حل أنه مفروضوا أنه يفصلوهم في العمر اللي هو المتقدم ده عمر البلوغ والمراهقة والأشيدي فهذا ممتاز جدا أنه يكون لتسع سنوات وعلى فكرة من عشر سنوات بدأت مدرسة دار التربية اللي هي تبعت الجوهر ربن سعود الكبير الله يرحمها بدأوا هم أول مدرسة من عشر سنوات بدأت تعمل الصفوف المختلطة وتدرس معلمة في دار التربية فإن شاء الله نحدو حدوهم ولكن أنا أرجع وأقول نطالب بالتدريب والرقابة والموجهات ينزلوا يشوفوا أنه المعلمات على مستوى جيد والمعلمات يسيرون على نهج اللي هو معاملة الطفولة بطريقة جيدة ويتوضع لهم قانون معين ما نقول إحنا أنه نفتح القرار ولكن ما ندرب المعلمات فهذا صعب فإحنا نفتح القرار مع التدريب للمعلمات لأنه ربما إذا دحين المعلمات لم يستطيعوا أنهم يدرسوا أو أنهم يحتووا كمية هذه الأطفال اللي هي أولاد مع البنات حتفشل التجربة تفشل من عدم المراقبة ومن عدم التدريس الجيد نعم دكتورة نادي حكينا أو تحدثتي أيضا عن موضوع تهيئة الكادر التعليمي وكيف أنهم هم لازم يكونوا مؤهلين عشان يقدروا يستلموا أو يقدروا يعلموا هذا العدد الكبير من الطلاب ولكن ماذا عن دور الأهل ما هي الخطوات برأيك اللي لازم يطبقوها الأهل عشان تنجح هذا المهمة أيضا لابد أن يكون هناك اجتماعات مع الأباء والأمهات في المدارس بحيث أنهم يفهموهم أنه هذا القانون الجديد والقرار الجديد وعليهم دور كبير في المنزل أنه البنت معك في الصف فهي مثل أختك البنت كيف تتعامل لابد أنك تحترم القوانين وتحترم معلمتك طبعا هنا المعلمات إحنا بنقول أنه غريزة الأمومة بالفطرة متواجدة لدى المرأة حتى لو كانت المعلمة دي مش متزوجة وليس لديها أطفال غريزة الأمومة تحركها نحو الرحمة والمعاملة الأطفال بطريقة جيدة فلابد كمان أنه المنزل له دور كبير جدا الأم والأب لابد أنهم يعدوهم أنك راح تروح الصف معك بنات هذول البنات تحترمهم هذول مثل أخواتك ما نبغى أزياء للبنات ما نبغى أنه أنتوا تتعدوا عليهم لأنه حيكون هناك عقاب وإحنا ما نبغى أنه نعاقبك في المنزل والمدرسة كذلك للبنت أنه هذا مثل أخوكي وراح يكون معك ما نبغى كمان اعتداءات عليه لأنه ما شاء الله في هذا السن إحنا بنقول أنهم كثيرين الحركة ويحبوا الشلالية أيضا فهم ممكن يكونوا شلة لا تستهوني بالبنات أنهم يعملوا شلة ضد الأولاد يعني ممكن يمسكوا ولد يعدموه في الساحة فإحنا بنقول أنه لازم من الطرفين المدرسة والمنزل نعدهم على المدرسة أنه هي ترسل لأولياء الأمور ترسل لهم تعليمات أنه كيف يتعاملوا مع الأولاد أو البنات اللي في المنزل أنه هم رح يكونوا في صفوف مختلطة ويجلسوا ويتناقشوا معهم ويتكلموا معهم ويشجعوهم بعد العودة من المدرسة أنه يحكونا اليوم الأول إيش سار وما إيش سار معاكم فهم يحكوا والآباء والأمات يصلحوا الأخطاء يوجهوا بطريقة إيجابية والمدرسة أيضا توجه بطريقة إيجابية ورح يكون المراقبة تكون عالية جدا الآن زي ما نقول الضعف في المجهود اللي يبذل أنهما رح يكتبوا أشياء كتير رح يقوموا بعمل الأوراق اللي هي أوراق العمل اللي تروح مثلا للأباء والأمهات واللي رح تكون في المدرسة والقوانين اللي رح يصير عليها ما هي العقوبات إذا كان هناك طفل اعتدى على آخر يعني أشياء كتير رح تكتب ورح تكون لها تحت يعني مقننة شيء ما نتعدى أو ما نتخطى اشتركوا في القناة